السبب أنه لا تسقط أيها الإخوة ورقة ولا تنزل حبة مطر أيها الإخوة إلا حيث أراد الله ومتى أراد أن تنزل نعرف هذا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لا إله إلا هو هذا يقين عند المسلم من مات على غير هذا كما في حديث عبادة بن الصامت مات على غير الإيمان تبهوا ليس لما أنت أقول الله موجود أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطأك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن كل شيء عنده بمقدار وأنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة لا إله إلا هو في تقديره وفي حفظه وفي علمه وفي تدبيره وتصريفه الأمور هذا إيمان أيها الإخوة نعيش به ونعيش منه ونستمد منه وتحل الحياة به تحل المرائر به قصة أخرى عجيبة جداً يحكيها أيضاً التنوخي في الفرج بعد الشدة عن أحدهم محمد بن حسن أو ابن مظفر يقول هذا ابن مظفر يقول حضرت مجلس خليفة رئيس الشرطة في بغداد تقريباً اسمه رازوكا اسم غريب جداً يبدو أنه عجمي خليفته كان يسمى عجيباً الغلام عجيب هذا نائب رئيس الشرطة في بغداد قال وأتي برجال يبدو في أحداث شغبها كذا أتي برجال فقدموا للسياف فجعل أي يقطعوا عناقهم ما فيه واحد إثره واحد قال وكان فيهم شاب عليهم خير الصلاح تعلوه سكينة وجمال شاء ووقار جلس ينظر هكذا ويتبسم فقال له عجيب تتبسم في هذه الساعة وأنت ترى من الذي ينتظرك دقائق سوف تقطع رأسه كما قطع رؤوس هؤلاء قال يفعل الله ما يشاء يشوف يقين أمام الموت الأحمر موت السيف يقلت الرؤوس قطا قال يفعله ما يشاء قال له تشتهي شيئا قال آه رأسا مشويا ورقاقا قال هذا أكل معدوم يعني آه الذي سيعدن بعد قليل قال بدي رأس خروف كذا مشوي ورقاق أكل فضحك عجيب وقال ائتوا بي فهيأو له فجلس يأكل بسكينة بتلذذ بسكينة قال فقوت له هذا ابن مظفر يا أخي تأكل هذا الأكل وتقر هذا القرار وأنت ترى الموت يدور رؤوس تقطع أمامك قال والرجال يقدمون وتقطع رؤوسهم أمامه وبوكل تعلموا الدرس قال فأخذ قشة من الأرض قشة ورفعها كذا وأعلى يده ألقى بها في الهواء وقال إلى أن تقع هذه إلى الأرض كم تقع يعني ثانيتين ثانية ونصف مئة فرج قال والله ما استتم كلمته حتى سمعنا جلبه وضجة عظيمة وكسل الباب وقيل قتل رازوك قتل رازوك رئيس الشرطة قال ففر عجيب وقتل بعد ذلك قتلته العامة قال قال وفررت أنا أركضت دابتي حتى صرت إيه على الجسر في بغداد قال فأحسست بأحدهم يأخذ بيدي يضغط عليها إيش الأوصله بسرعة وليس عنده دابة قال فإذا به الشاب قال نظر إلي وقال أرأيت حسن ظننا بالله إنه خير من ظنك بالله قال ثم أفلتني وأنا في حد ظهول وغاب في الزحام رحمة الله تعالى علي هؤلاء أولياء الله أخواني وأخواتي بعيدا عن الصداع الذي أحدثه علماء وفلاسفة وفكروا الغرب لأنفسهم ولنا وهم يتوسلون أيها الإخوة وسيلة يفهمون به هذه الظواهر المعقدة جدا المعقدة جدا وذهبوا مذاهب شتة وسلكوا طرائق خددة وفي نظر لم يعود بشيء له وزن إلا إلا من عاد منهم بالإشارة إلى غيب الله وإلى القدر وبعضهم علماء فيزيائيون علماء طبيعيها ليس باراسيكوليجي وروحنيات مثل فولفغانج باولي النمساوي مكتشف أن يوترينو وصاحب مبدأ الإقصاء في علم الفيزياء الذرية باولي مبدأ الإقصاء علم كبير أخذ نوبل سنة 45 حاز على جائزة نوبل هذا الرجل نمساوي من رؤوس النمسة العظام جدا هذا قال ما فيه قال أصلا الإنسان ليس مخلوقا لكي يعلم كل شيء ورد على هيلبرت الذي ذكرته ديفيد هيلبرت عالم الرياضة الشهير الألماني البروسي هذا قال إيه ينبغي أن نعلم وسوف نعلم صحيح؟ هذا قال لن نعلم قولي قال له لن نعلم هناك مساء الأعقد بكثير إنها مسألة الغيب والشهادة إنها مسألة فوق كل ذي علم عليم شعاره لن نعلم وقال لابد أن نجعل الثالوث الفيزيائي رابوعا الثالوث الفيزيائي الزمان المكان السببية قال سأضيف إليه التزامن والتزامن يعمل تماما ضد السببية مبدأ ناظم لا سببي كيف يفسر هذا؟ قال هذا شيء آخر ديفيد بوم من أكبر علماء ميكانيك الكام في العالم وهو تلميذ وصديق لأنيشتاين مشهور جدا المعروب بمرآة بوم ديفيد بوم وقرأوا عنه عنده النظام الباطن implicate order النظام الباطن أو الضمني يقول هناك النظام الظاهر وهو الذي تعنى به الفيزياء العادية تدرسه الفيزياء وهناك النظام الباطن ولا بد أن تعنى بالفيزياء إذا أرادت أن تتعمق وأن تفهم الظاهر والباطن ياهو الإخوة لن أشرح لكم لكن اذهبوا وقرأوا عن نظام الباطن عند ديفيد بوم يريد أن يقول لك الغيب والشهادة يتناسجان يتصاديان من الصدى الإيكو يتواشجان يتعالقان يتشاركان يتداخلان يتمازجان يتزاوجان شغلة عجيبة وعنده بعد النظام الباطن في باطن الباطن وبعض باطن الباطن فيما هو فوق باطن الباطن عند ديفيد بوم أحد علماء ميكانيك الكام هكذا العلم الصحيح يصل بأصحابه بتواضع أيها الإخوة إلى معرفة أن المسألة أعمق بكثير وأبعد بكثير وأعقد بكثير من الظاهر الذي نعلمه ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا